تتغدى النمور على اللحوم ما يدعو إلى امتلاكها لسان خطير إذ يتم تكييف ألسنتها خصيصاً لمساعدتها في التهام الحيوانات من المعروف أن النمور تأكل ما يصل إلى قرابة سمهة وثلاثين كيلو جراماً من اللحوم في جلسة واحدة أحد الأشياء التي تجعل لسان النمر فريداً هي بنية تسمى الحليمة وهي نتوآت صغيرة أعلى اللسان يمكن أن تكون مستديرة أو شائكة هذه الأخيرة تجعل ألسنة النمور تبدو كأنها ذات فرو في الواقع هذا المظهر الفروي هو ما يعطي لسان النمر صفاته الشبيهة بورق الصنفرة والخشونة الكبيرة يحتاج النمر إلى لسان خطير وخشن إذ يساعده في تقشير اللحم وإزالة الفراء من الفريسة وذلك عند لعقه لها بالإضافة إلى ذلك يمكن للنمر إزالة الفراء واللحوم مباشرة من الجلد أو العظام باستخدام لسانه كما يساعده ذلك في الهضم وكذلك يساعده في الحصول على كل سعرات حرارية ممكنة من الفريسة تستخدم النمور لسانها عادة للتخلص من فرو الفريسة إذ قد يسبب الفرو المتراكم في معيدتها أضراراً صحية قد تصل إلى الوفاة في حال انسداد المعيدة أو جهازها الهضمي لذلك تحميها خشونة لسانها من مرور هذه الأجزاء الضارة إلى داخل جسدها